انتقادات كتيرة تحملها محمود علاء في مبارات أمس رايك فيها ايه؟ والله محمود ده لعيب جامد جداً ولعيب خبرة ولعيب كويس بس هو محمود بقى له فترة بقى له فترة هو مش محمود علاء بتاع السنين اللي فاتت يعني يعني هو ممكن موضوع المنتخب كان ممكن يدي له ثقة شوية لكن واضح ان هو لسه ياخد وقت يعني عبدالما يرجع تاني محمود علاء وانا شاف الانتقادات كلها في محلها يعني ان محمود مش في مستوى بصراحة بس ايه بتقول انتقادات كلها في محلها وهرجعك شوية بسنين وراء انت تحديداً كنت من اللعبين اللي ممكن تتحمل انتقادات باقي الفرقة يعني انت تشيل له واحد لو الفرقة كلها وحشة احمد غانيم الناس هتنتقدوا الفرقة كويسة احمد غانيم محدش تكلم عنه اه لا احنا الجيل بتاعنا اكتر جيل فاكر انت الكرام عشان كده ساعات بقول هو يعني هو محمود علاء اللي كان وحش له واحده مبارح يعني لو حد كان مستوى قليل كان هو الواحده وما الفرقة كلها مكايتش في افضل مستوى اه طبعا محمود علاء ليه بيشيل له واحده بس انا طول الوقت بس انا طول الوقت بس انا طول الوقت بس انا طول الوقت الكصة دي بجد والله الكصة دي موجودة في ناس زيانك من زمان انا لما طلعت لما طلعت فلس تيم كان فيه لعيبة كبار جدا 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 يعني اسماء زي ما انت عايز حزم امام محافظة الكاب طبعا طرق السعيد طرق السيد وليد وعبد الحليم وعبد الواحد العيبة دي كانت بتبطل واحد ورا التاني كان كل شوية واحد بياخد فترة هو اللي بيشيل الليلة يعني بالاخر يعني لحد ما فضل معنا ابو العلا وعبد الحليم علي هم هم اللي كانوا والله كان يعني كان يعني يعني كانت الكرة مسلا انت بقى مع واحد تاني خالص الناس تشتم ابو العلا ده حقيق والله بجد لغاية ما جاءت جيل دور علي نحن ايوه وفي ظل كمان انت بتاخدش بطولات وان الفترة دي كانت النادي الاهلي هو اللي مسيطر على الصفقات بالاحتياطي الطاحة باللي برها للسكور طبعا انت عارف الفترة دي كلها اللي هو الجيل الزعي بتاع النادي الاهلي وناس زباك طبعا تخبط غير طبيعي فجاءت الفترة انت لو تفتكنش كبالة نفسه اللي هو من اعظم وقاب في مصر كان كل شوية يطلع عارة يروح الامارات يروح مش عارف كانت ضغط كبير فكانت اللعيبة الزغرة هي اللي بتشيل شحية فاللعيبة الزغرة دي مين اللي هي اصلا مفوضة ده وقت تتحسبت لعيبة كبيرة وهي لسه بتبدأ لوك التانا وشكبالة لوهم مفوضة الناس تدعمهم يعني فهي انا انا بقولك الكصة دي موجودة في الناس زباك من زمان يعني على فكرة لو انت يعني اوباما على فكرة بيتعرض الكصة دي بقاله كتير جدا صح كتير جدا واباما من اللعيبة اللي هي اي مدرب بيلعبه هو هيفضل كتا لحد ما يبطل هيفضل كتا هو اوباما في الملعب مفيد جدا صحية فاللي بيتعرض لوحمود عليها ده ده طبيعي جدا في نانزة مالك يعني طبيعي جدا بيحصل مع كل الناس بس طبعا انت صح ان اللعيبة كلها دي اوف ايوه ومش دي اوف بس مبارح بقاله فترة كبيرة جدا صحية صحيح طيب